أشهدت اللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سوقترة في اجتماعها برئاسة المحافظ رأفة الثقلي بنجاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في ضبط سفينة إيرانية تمارس استيادا غير شرعي في المياه الإقليمية قبالة السواحل جزيرة عبدالكوري قرر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات والأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق مع طاقم السفينة والعمل على معاينتها وتفتيشها ورفع تقرير شامل عما تحتويه بما فيه كمية الأسماك في أسرع وقت ممكن وكانت السفينة قد تم ضبطها يوم الجمعة الماضية على بعد 2 ميل من سواحل عبدالكوري والتحفظ عليها بجزيرة سوقترة تمهيدا لإشراك الجهات الأمنية والعسكرية المختصة في عملية معاينتها وتفتيش حمولتها